هنروح لكرة السلة سيدات واللي بيلعبوا دلوقتي تصفيات المنطقة الخمسة المؤهلة لبطولة أفريقيا والحمد لله منذ لحظات قبل الحلقة منتخب مصر فاز على منتخب أغاندا العنيد بنتيجة 74-65 وكده منتخب مصر تصدر تصفيات المنطقة الخمسة وتأهل لبطولة أفريقيا للسيدات فريق أغاندا بالمناسبة فريق عنيد جداً كسبنا في التصفيات في المجموعة كسبنا فرق النقطة واحدة وكانت المباراة صعبة جداً وقعتنا مع كينيا في قبل النهائي ولكن السيدات سيدات مصر في كرة السلة فرضوا كلمتهم وفازوا على كينيا فرق كبير وتأهلوا لأغاندا واتنقلوا ليه طبعاً للمباراة النهائية وفاز على أغاندا أغاندا بالمناسبة مجنسين لعبة أمريكية ففريق قوي جداً وكان رايح مستعد وكان عايز يطلع بطولة أفريقيا ولكن تحطمت أماله أمام يعني صلابة منتخب مصر والخماس الأهلاوي بيقود المنتخب بشكل كبير بين الخماس الأهلاوي رانيم الجداوي اللي كانت لغاية مطش النهاردة هي هداف البطولة أتصور أن هي هتطلع الهداف ولكن هنجيب لحضراتكم الكلام ده بالتفصيل طبعاً لما جلنا بيانات ومعلومات عن البطولة بالكام رانيم خدت أفضل لعبة وهدفت البطولة رانيم الجداوي لعبة النادي الأهلي أفضل لعبة وهدفت البطولة أنا كنت أعرف موضوع الهداف ولكن ما عرفتش موضوع أحسن لعبة ولكن ده وضع طبيعي جداً لنا عملة بتولة جداً تحط التمانية وتسعين نقطة رانيم الجداوي أداء مميز جداً ميرال أشرف نادين السلعاوي ويرى أسامة دول خماسي المنضمة حديثاً طبعاً واللي خد هدفت الرامية السلاثية جناح النادي الأهلي نادين السلعاوي الحمد لله رب العالمين لعبة النادي الأهلي بيتصدروا طبعاً المشهد بشكل كويس ولكن ده لا يقول لأبداً من باقي المنتخب المنتخب كله كان على قادر المسؤولية وإن إحنا بنحييهم سواء لعبة أهلي أو لعبة أي نادي تاني نادي الزمالك الفريق يتسرح فما فيش نادي زمالك إنما إحنا بنتكلم عن الأندية الأخرى سبورتينج سموحة كل الأندية على راسنا من فوق واحترامهم تراموا بلعبوا في منتخب مصر إحنا رقم واحد منتخب مصر فلعبة النادي الأهلي بيتصدروا المشهد ولكن ده نشر اللعبة قابت الهاب الألف المدير الفني النجح بشكل كبير في قيادة الفريق بالرغم من تلقيه خسارة مفاجأة من أغاندا فرق نقطة في التصفيات ولكن عود ده وخد الطريق الأسعب طبعاً فيه للنهائي وعود ده في الفاينال واستطاعوا الحمد لله أن هم يتأهلوا الأفريقيا إن شاء الله يعملوا مركز جيد في أفريقيا القادمة بإذن الرحمن